5 سين قس 3 زائد 15 سين قس 2 زائد 10 سين انت عايز ايه؟ انا عايز احلل باخراج العامل المشترك الاعلى فكرة العامل المشترك الاعلى اني اطلع العامل المشترك العددي وبعدين اطلع العامل المشترك الرمزي او الرمز الجابري المشترك طيب انا عندي هنا 5 وعندي هنا 15 وعندي هنا 10 واضح جدا مين هو العامل المشترك العددي اللي هو العدد خمسة طيب بالنسبة لسين تكايب سين تربيع سين وده عنده قاعدة ايه القاعدة لو انت عندك رموز الجبرية كلها نفس الرمز احنا بنختار الرمز اللي اقل قس يعني ده سين قس تلاتة ده سين قس تنين ده سين قس واحد فعدنا بنختار سين قس واحد او سين بس معنى كده ان انا هاخد هاخد ان خمسة سين هو يعتبر عين ميم الف طب يا مس ازاي اطلع لجوه القوس انا نسيت انا اقولك بنعمل ايه فاكر عملية قسمة المقدار على حد جبري اللي جوه ده هو خارج قسمة مقدار على حد جبر ايه ده انا مش فاهم طيب انا اقولك هنجيبوه ازاي هنمسك المقدار الجبري خمسة سين تكايب زائد خمسة سين تربيع زائد عشرة سين واقسم كل حد فيه على العامل المشترك اللي احنا طلعناه اللي هو خمسة سين يعني هقول خمسة سين قسة تلاتة قسمة خمسة سين فالناتجة يطلع معايا سين قسة تنين يبقى ده اول حد اللي ايه طلعناه جوه القوس هنبدأ فيه الحد اللي بعده خمستاشر سين قسة تنين هقسمه على خمسة سين خمستاشر قسمة خمسة بتلاتة وسين قسة تنين قسمة سين بسين اصبح عندي الحد التاني تلاتة سين طيب اخر حاجة بقى عشرة سين قسمة خمسة سين عشرة قسمة خمسة بي اتنين والسين قسمة سين هتروح او اقدر اقول ان الناتج واحد والواحد هنا يعتبر ايه محايد ضربي فبنكتب الناتج اتنين يبقى عرفنا ازاي نطلع لجوه القوس يبقى لجوه القوس ده طلع نتيجة ان احنا عملنا عملية قسمة المقدار ده على عين ميم الف تعال نشوف معايا فكرة تانية في التحليل باستخراج عمل مشترك طيب انا عندي ثلاثة الف مضربة فيه اربعة الف زائد خمسة بيه اتبالك ده كله على بعضه كده اللي ما بين القوسين ده مقدار ناقص اتنين بيه مضرب فيه اربعة الف زائد خمسة بيه طيب مش ملاحظين حاجة احنا مش ملاحظين ان المقدار الجابري ده متكرر في الحدين يعني اربعة الف زائد خمسة بيه في الحد الاول واربعة الف زائد خمسة بيه في الحد التاني يبقى هنا العين ميم الف هو المقدار كله على بعضه طيب تعالوا لما نشوف لما ناخد المقدار كله على بعضه عين ميم الف يا ترى الباقي هيبقى ايه اخدنا اربعة الف زائد خمسة بيه طيب من فين طلع لي القوس ده ما انا بمسك ده العامل المشترك همسك أحطه هنا وأقسمه طيب لما أجي أقسم 4000 زائد 5B مضروبة في 3000 على 4000 زائد 5B ما إحنا هنطير المقدرين مع بعض فهيفضل الحد الأول في الناتج بتاعه 3000 طيب وهنقسم 2B مضروبة في 4000 زائد 5B على 4000 زائد 5B على العامل المشترك فطبعا المقدرين هيمشوا مع بعض ويفضل الحد 2B أو سالب 2B تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن